الصورتين الجايين دول هيوروا المريض وهو نايم على ظهره هنا الكون بتاع الفم توليزك ده بيجي بينزل عليه أمع كده بيجي على العين بنتبته بطريقة معينة ولما نثبت الأمع ده بطريقة معينة الهدف هو أنه هو يخلي سطح القرنية مفلطة عشان نقدر نتعامل معها لأنه وسط قرنية مقعر ونقدر نتعامل معه هنا صورة الجراح أنا كده شايف من الميكروسكوب العين من فوق المريض من الميكروسكوب وشايف بالضبط إيه اللي حيحصل في العملية بدقة الليزر بدقة المايكرون نفسه وهو بيتحرك الفيديو اللي جاي ده حنوريكم البروزيس بتاع الفم توليزك وعشان نفهم يعني إيه فم توليزك من ليزك عادي الموضوع ببساطة شديدة جدا نحن بنتعامل زي ما قلتلكم مع الطبقة السطحية القرنية القرنية الفيديو رقم ستة رقم أربعة رقم أربعة هنعرضه دلوقتي لما نتعامل مع السطحة القرنية بلازم نشيل القشرة الخارجية القشرة الخارجية دي بنتكلم على تسعين مايكرون تمانين مايكرون ميت مايكرون مئة عشر مايكرون الميت مايكرون واحد من العشرة من ميلي القشرة الخارجية دي وظيفتها ما نشيلها إيه إن احنا ما نرجعها تاني تحمي الأعصاب العين هذه القشرة الخارجية لو شلناها بأشعة الليزر أصبح اسمها فيمتو ليزر لو القشرة الخارجية دي شلناها بالمشرة الجراحي جراحيا ودي حاجة استخدمناها سنين طويلة جدا اسمها الليزك العادي تعالوا نشوف الفمتو ليزك بيعمل إيه الفمتو ليزك بيجي يعمل حاجة اسمها فوتو ديسرابشن بيبخر الأنسجة على مساحة دقة متنهية احنا بالضبط عايزين نبخر الأنسجة فين بيعمل اللي هي البابلز الهوائية اللي احنا شايفينها دي البابلز الهوائية دي بتبخر الأنسجة مؤقتا في مساحات متصلة 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 بعضها فبالتالي يوثل ذلك مشرط جراحي عالي التقنية وعالي الجودة بنيجي بعد كده نروح رفعين ووصلين النقط دي كلها ببعضها ورفعين القشرة الخارجية زي ما هنشوف دلوقتي عشان نتعامل مع سطح القرانية سطح القرانية بعد كده بنيجي نعمل عليه نعيد تشكيله نعيد سقله نعيد نحته بما يعادل خطأ الإبصار عند المريض سواء كان يعاني من طول نظر أو قصر نظر أو أستجمتازم